نهاية اتفاقية النفتة اتفاقية جديدة لأمريكا الشمالية اتفاقية جديدة بين أمريكا وكندا والمكسيك كانت اتفاقية قائمة بعلها 24 سنة اتفاقية النفتة أصل الموضوع أيام الرئيس جرجو بوش الأب كان فيه مشاكل اقتصادية في أمريكا وكان في أمريكا ركود اقتصاد كبير كانت النصيح ان احنا نعمل سوق حر زي الأوروبيين معاملين سوق حر اللي بقى الاتحاد الأوروبي فيما بعد فعمله منطقة تجارة حرة اللي هي كندا وأمريكا والمكسيك منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية واختصارها والاسم المعروف به في الإعلام هو النفتة اتفاقية النفتة استفادت منها أمريكا كتير جدا ثم استفادت كندا ثم استفادت المكسيك لكن أكبر مستفيد أمريكا ثم كندا ثم المكسيك إنما بعد 24 ساعة بعد 24 سنة قرابة ربع قرن الرئيس ترامب قال لا مش عايزين نكمل في النفتة إنما عايزين نعمل اتفاقية جديدة وهذه الاتفاقية مش في مصلحة أمريكا وقال إن احنا عندنا بطالة كبيرة جدا ملايين الوظائف فقدت في قطاع صناعة السيارات نتيجتنا أصلا بناخد عربيات من الكنديين وبالتالي اتفاقية النفتة جاي علينا بخسارة فهنلغي اتفاقية النفتة ده الكلام اللي قاله المرشح ترامب ثم الرئيس ترامب من أول لحظة بيقول هلغي اتفاقية النفتة البعض كان بيقول ده خيال وإنه مستحيل يعمل كده لكن ده اللي حصل بدأ الأول يديق على كندا وعلى المكسيك بعد كده بدأ يفرط جمارك وضرايب ويغلس أكتر على كندا في هذا السياق الكنديين راحوا لمنظمة التجارة العالمية يشتكوا أمريكا الأمريكان ما اهتموش فالرئيس ترامب جمه تفاوض وان تو وان التفاوض هو مع المكسيكيين واحد زائد واحد ووصلوا إلى اتفاق اللي هو يعني نفتة جديدة وبعد نقال الكنديين يتنضموا إلى هذا الاتفاق يأما أن في حد زمني وحط مهلة بعد هذه المهلة مش هنسمح لكندا بالدخول كندا وفقت وانضمت لهذا الاتفاق بين إذا اتفاقية نفتة جديدة أو اتفاقية تجارة حرة جديدة تشمل كندا وأمريكا وتشمل المكسيك أو منطقة تجارة حرة لأمريكا الشمالية إنما بمعايير جديدة البعض بيقول طيب كسب إيه الرئيس ترامب منه هو يعمل اتفاق نفتة جديد كسب نمرة واحد إن اللي قاله نفزه كسب نمرة اتنين إنه جعل فيه سأف لصادرات السيارات الكندية إلى أمريكا مش مثلا عشرين تلاتين مليون عربية فيغرق السور الأمريكي وقف الصناعة الأمريكية والناس تقعد بطالة إنما حتى حد أقصى أكثر من كده مش هتستورد أمريكا من كندا وده بمجب الاتفاق الجديد كمان فتح سوق كندا أمام الألبان أو منتجات الألبان الأمريكية كمان في موضوع الأخشاب وصناعة الطائرات أخذ مزايا في الاتفاق الجديد وفي نفس الوقت الجمارك اللي حطها على الألمونيوم والصلب الكندي استمرت كما هي يبقى إذا ما تراجعش في الإجراءات الحماية اللي عملها إنما زود على ذلك إنه خد مزايا في صناعة السيارات والطائرات وتجارة الأخشاب وتجارة الألبان وجعل في حد أقصى لصادرات السيارات الكندية إلى أمريكا في المجمل كان حجم التجارة لهذه الدول يفوق التريليون دولار واحد تريليون دولار إنما دلوقتي مزايا أمريكا داخل التريليون دولار دول أكبر من مزايا أمريكا في الاتفاق القديم إذن نجح الرئيس الأمريكي ترامب إن هو يعيد صناعة أو عيد التفاوض بشأن اتفاقيات النفطة وأن يصل إلى اتفاق جديد يقدم مصالح أمريكا على مصالح الشركاء الكنديين والمكسيكيين ترجمة نانسي قنقر